إذن إخواني الكرام هنا يجب على الدولة أن تنتبه وأن تكون في مستوى ما أطلقته من وعود لأن القضية ليست قضية وعود كلام وأقوال القضية يجب أن تتعدى إلى مرحلة الأفعال الشعب الجزائري في ظل هذه جائحة الكورونا في ظل الوضع الاقتصاد المتردي أدي السلطة مقبلة على مرحلة صعبة أصعب من المراحل التي كانت من قبل إذا كان بوتفليقة يعني جاءت الظروف في صالحه تماما أسعار النفط ارتفعت والخزينة الأزينة صارت فيها مليارات ودفعت المديونية كلها بسبب أسعار النفط أنا ذاك الجزائر الآن في مرحلة صعبة مقبلة على هزات اقتصادية كبيرة والسلطة إذا لم تكن في مستوى هذا التحدي ستجد نفسها يوما ما قد تحاور ويحيا وقد تحاور غير بضغط من أطراف ربما دولية أو ربما إقليمية أيضا إذن نحتاج في هذه المرحلة إلى التركيز على العمل الجماعي الثقة المتبادلة وهذه الثقة يجب أن تسترجعها السلطة لأن الشعب الجزائري فقد ثقته في السلطة ولا يمكن بين عشية وضحاها أن يثق في هذه السلطة مرة أخرى أيضا على رئاسة الجمهورية أن تبتعد الإعلام وأن تركز خاصة إعلامها الرسمي أنا تحدث عن إعلامها الرسمي على الأقل أن يبتعد على الأسلوب المديح والمبالغات آت في شخص الرئيس أو في شخص مشروعي فهو نفس الحوار الذي حدث من قبل بوتفليقة والذين إن طبلوا بالأمس بوتفليقة عادوا مجددا وخونوا كل من كان ينتقد بوتفليقة وكنا منهم الآن نفس الشيء يطبلون بطريقة نفس الطريقة إلى عبد المجيد تبون ويخونون أيضا من ينتقده في إطار الانتقاد البناء وليس الهدام لذلك نحتاج الآن إلى مرحلة تتغير فيها كل المفاهيم تتغير فيها كل طرق المعاملات وتتغير فيها أسليب السلطة لأن السلطة الآن فشلت بالحقيقة إعلاميا حتى أيحيى لما ذهب لحضور جنازة أخي استطاع ونجح بأسلوبه البارع في التمثيل واستغلال ظروفه الموجود في محاولة كسب عواطف الجزائري لذلك وجد الكثير من الجزائريين تعاطفوا معه رغم الفساد الذي أغرق فيه البلاد لذلك حتى السلطة في جنازة فشلت أمام خصومها فنجح أحمد أويحيا في التسويق لنفسه ورسالته ولاستشهاده السياسي وهو الأمر نفسه الذي يكرره في المحاكم ففي المحاكم يحاول أن يظهر قوي قوي لا يهاب وأنه ضحى من أجل الجزائر وأنه عمل الخير من الجزائريين لأنه يدرك تماما أن الجزائريين أن الجزائري عندما يرى شخص في وضع تعموت يتعاطف معه وعندما يرى أهو أم في القتال يتعاطف مع القوي في ساحة المعركة وعندما يراه في المحاكم تجده يتعاطف ويعجب الجري حتى لو كان مجرما في عمومه يعني لا نعمم يعني في الوجه العام لذلك يحيى عزف على هذه الأوتار في الجنازة ظهر ضعيفا مسكينا مسكينا فكسب تعاطف الكثيرين بلا أدنى شك وحاول أيضا كسب تعاطف وراحظنا في شبكات تواصل اجتماعي خاصة في المناطق القبائلية كيف تعاطفوا معه وكيف قالوا هذه محاولة إهانة وكذا وكذا فنجح ويحيى في تلك الجنازة إلى تسديد لكمات إلى النظام السياسي القائم في المحكمة كيف ظهر قويا وأكد أنه لم يندم كذا كذا أولا في السجن يتصرف بطريقة فيها عنجهية وفيها تعرج الكلام يمشي ما رح يبقى هو يدرك تماما أن الحارس الذي يرى سيقول لإخوانه وإخوانه وكذا وكذا وتصل صفحات الفيسبوك وتصل إلى الناس وها هي معلومات قالوا هانا وصلتنا هانا الآن نذيع ونحكيها للجماهير حول أحمد وياحي لذلك إخواني آني أيها الجزائريون سلطة وشعبا المرحلة صعبة ومعقدة والعصابة لم تنتهي ولن تتوقف عند هذا الحد بل تعمل من أجل أن تتجدد في ثوب جديد وقناع جديد وأسلوب جديد ولكن الهدف والغاية واحدة هو العمل من أجل نهب خيرات البلاد وتدمير كيانها وتفكيك وحدتها وتشتيت زغرافيتها وديمغرافيتها ترجمة نانسي قنقر